ارتفع عدد المصابين بالفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة تبتت إصابتها حسب تحليل مخبرية وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة وأفات تحديد لمواطيات وزارة الصحة منتصف نهار اليوم الأحد 29 مارس 2020 بأن العدد الإجمالي للوفايات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس تبت في 26 حالة وازدادت حالة شفاء واحدة لترفع المجموعة إلى 13 وكانت آخر الأرقام الصدر عن الوزارة نفسها على الساعة الثامنة من الصباح يوم الأحد تشير إلى 437 حالة من حالات الإصابة المؤكدة سنادا إلى تحليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلام الصحية والانخيارات في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية